اشتركوا في القناة إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فلم يفهم أحد قصده من هذه الجملة وكان يقصد نفسه بينما سيدنا أبو بكر هو الوحيد الذي فهم هذه الجملة فانفجر بالبكاء وأخيره قبل لزوله من المنبر بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل وفاته كآخر دعوات لهم فقال أواكم الله حفظكم الله نصركم الله سبتكم الله أيدكم الله فصلوا عليه وسلموا تسليما